نظمت الكوادر العاملة في المستشفيات الحكومية الفلسطينية وقفات دعم وإسناد لزملائهم من الكوادر الطبية والإسعافية في غزة جاء ذلك في ظل ما يتعرض له الأطباء في القطاع من استهداف وقصف مباشر وقتل وتشريد وتدمير مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفع المشاركون يافطاط تطالبوا بوقف الجرائم واحترام المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم الاعتداء على مقدمي الخدمات الطبية وقال وزير الصحة ماجد أبو رمضان إن هذه الوقفات تأتي تقديراً الجهود الكبيرة التي يبذلها أطباء غزة في تقديم الواجب الإنساني للمرضى والجرحة في مراكز العلاج والمستشفيات خصوصاً في شمال القطاع قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إنه إذ انتهت الحرب في غزة وعادت إلى الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر لعام 2023 فقد تحتاج إلى 350 عاماً لكي يعود اقتصادها المتعثر إلى مستواه قبل الحرب وأضاف تقرير صادر على المؤتمر أنه بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار فإن العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب لن تضع غزة على المسار اللازم للتعافي والتنمية المستدامة هذا وتسببت الحرب الحالية في غزة إلى دمار هائلاً في جميع أنحاء القطاع حيث تعرضت الطرقات والبنى التحتية للتدمير الكلي فضلاً عن تدمير أحياء ومناطق سكنية بأكملها وقبل البدء بإعادة الإعمار يجب أن تتم إزالة جبال الأنقاض المليئة بالجثث المتحللة والذخائر غير المنفجرة